اخواني واحبائي سلام المسيح عم منتابع في هذا الموضوع الشيق واليوم الجزئية التانية من صفات المحبة من جهة العلاقات القريبة وبرضو عم نقرأ من كورنتس الأولى إصحاح 13 عدد 4 باقي الآية بقول المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ فالمحبة الحقيقية لما تكون في قلب الإنسان ما بتخليه يتفاخر على أخوه الإنسان أو ينتفخ يعني يشوف حاله بالعامة بنقول الكتاب المقدس بيقدم لنا فكرة ثورية عن إيش بيميزني بقول كنيسة كورنتس كان فيها كتير في تحذب وفئات من الناس في ألابولوس في ألابولوس في ألاسامعان وكل فئة كأنها بتفتخر على الفئة التانية والوحي هون بيقدم لهم مبدأ كتير مميز بقول في كورنتس الأولى الأصحاح الرابع وعدد سبعة لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ لحظوا هون الفكرة الثورية اللي بيقدمها الوحي ما بقول لك لأنه ما يميزك ما يميزك تعني إيش بيميزني مواهبي مؤهلاتي العلمية أموالي إنجزاتي نسبي معارفي هذا الإشياء اللي بتميزني بس الوحي ما بقول هيك بقول من يميزك من يميزك الرب يعني الموضوع اللي لازم نفكر فيه وندركه إنه القضية مش قضية إيش الإشياء اللي بتميزني بل من هو الذي يميزني وهو الرب وكل إشياء اللي معي إذا قلبي فعلا ممتلئ بالمحبة هي نفاية أمام الله إذن المحبة لا تنتفخ ولا تتفاخر المحبة تعتمد على النعمة وليس على القدرات والمصادر بل تعتمد على المحب ذاته اللي هو الله اللي هو بيعطيني المزيء أنا ابن لإله وأنا متعلم من مثالي اللي هو المسيح المحبة لا تفتخر على الآخرين المحبة بتتحلى بالوداعة والتواضحة لا تقبح أيضا ولا تطلب ما لذاتها إذن المحبة لا تقبح بمعنى لا تسيء للآخرين وهي أهم من أهم صفات الوداع الوداع بيعرفوه كالتالي شخص حساس جدا لشعور الآخرين وطبعا لشعور قلب الله فعشان هيك الوحي بأماكن عديدة جدا منها بقول في أفسس 4-32 وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح وهذه جزئية مهمة جدا أنه المحبة إذا قلبي فيه محبة لا يقبح أو لا يهين الناس أو يجرح الناس الحولي برضو مكتوب المحبة لا تطلب ما لنفسها أي المحبة هي مضحية متى محورة حول المحبوب يعني أنا لما أحب زوجتي كل اهتمامي هو هي مش ذاتي هي محبة غير أنانية وهي عكس تماما المحبة اللي بيروجها العالم يعني مثلا بيجي بقول لك يا روح ما بعدك روح وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب أو شفت بأوروبا أجت فترا اشتهرت بلايز مكتوب عليها يعني أنا محور العالم أنا أهم شيء في العالم فهذه هي محبة العالم المحبة الطبيعية إنه هي متمحورة حولي أنا لكن المحبة الحقيقية هي متمحورة حول المحبوب فأنت فكر فيها يعني لما أنا لما شخص بالعالم يقول لك أنا حبيت بنت هو حب نفسه هو حبة لأنه حلوة حبة لأنه بفكر إنه راح تسعده حبة لأنه هي حلمه يعني كل محبته متمحورة حول نفسه وهذا عكس محبة الإلهية المتمحورة حول المحبوب لأن كل بذل عطاء مكتوب مخبوط هو العطاء أكثر من الأخذة شكرا للكم ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة